بقى أنا قبل الفصل كنت بقول لهم ويمكن شوية توقعنا أنه مع بداية الجن الأول تبدأ بقى المطش يحصل فيه أكشن ويبدأ الموضوع يسخن إيه رأيك لحد الوقت في النتيجة وشفتي أداء الفرقتين في الشوط الأول؟ الحقيقة الشوط الأول كان بيتسم بالأداء الدفاعي من الفرقتين الخوف كان مسيطر على الفريقين كل فريق خايف يدخل فيه جول حذر شديد حذر شديد يمكن ما كانش فيه فرص إلا فرصة عماد دونجا الشيناوي أنقذها الحقيقة ببراعة يمكن كان فيه كرة لأفشة برضو للأسف ضاعت كان فيه فرصة ولو أنها جت في دربكة لقهربة هو كان فاكر أنهما في تسلل أو أوف سايد الكرة عدت من جنب الآيم يمكن دول كانت الفرص بس في الشوط الأول إنما الشوط الأول كان عبارة عن تأسيمة للفرقتين زي اللي بنشوفها في أي تدريب جميع جس نبض كده نقدر نقول مش جس نبض خوف وحذر حذر من الاتنين مدربين كل واحد عايز يشوف المدرب التاني خطته عاملة زي علشان يقدر يشتغل عليها لحد لما الشوط التاني بدأ يمكن كان الأهلي كان الأكثر تنظيما في الشوط الأول الحقيقة أن الزمالك كان فيه حذر ما بين الفرقتين ولكن هجمات الأهلي أو خلينا نقول اللعب اللي كان بيلعبه الأهلي كان أكثر تنظيما من اللي كان بيلعبه الزمالك الزمالك كان بيلعب بعشوائية جديدة لم تصفر عن أي شيء خلال الشوط الأول جي الشوط التاني يمكن كان واضح أن كان فيه محاضرة سخنة بين الشوطين الأهلي في الديئة ستين محمود كهربا بهدف الأول للأهلي الحقيقة خليني يقف عند النقطة دي يا حسام وياهبة كهربا بعد ما جاب الجول الأول عيت وبكى بشدة هو بن أدبي ومعناوي كبير أدبي ومعناوي وبيقول قد إيه اللاعب ده هو مضغوط نفسيا روي فيتوريا مدرب المنتخب موجود في الماتش يمكن لو في رسالة هنقولها أرجوكم حلوا مشكلة كهربا لأن المنتخب محتاج كل العناصر المميزة علشان تصفيات أمم أفريقيا اللي داخلين عليها تصفيات كاس العالم اللي داخلين عليها وهو الحياة مميز وأصف حتى في الدقايق لما يعني الجول ولما اطلع قال محمد شريف محمد شريف هو في التبديل هو قال محمد شريف انت هتجيب جول وأصر عليها قاله مرتين وأول ما نزل شريف بقاله فترة كبيرة غيب عن التهديف وكان أداءه سلبي في آخر الماتشاط يمكن ربنا تكرم ويمكن ببشرة كهربا لي هو كمان خد العقوبة بقى خلص يعني ستة شهور يعني نمشت حال يعني هو حاليا طبعا لما بتدخلش في إجراءات قانونية ولا إجرائية ولا حاجة ولكن أتمنى يعني خلاص ببقى ستة شهور برضو عقوبة هو يعني هو اللي حصل إيقاف ولكن فيه مفروض هي العقوبة لازم هتتم للأسف ولازم يدفع الغرامة ولكن الجميع بيطالب نادي الزمالك بالموافقة على تقسيط الغرامة تقسيطها لأن الزمالك مصمم على دفع كامل الغرامة وللأسف طبعا مع ارتفاع سعر الدولار الغرامة بتتضاعف على كهرباء يعني خلينا نقول أن بنناشد أن نروح القانون هيا لتسيطر الفترة الجاية وهنكمل الشوت الثاني